بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء العاشر من الدرس الثالث لنتكلم حول خواص مدور المصفوفة أو المصفوفة المحولة ونطلق عليها Transpose of a Matrix إذا كان A و B عبارة عن مصفوفات ذات أبعاد تسمح لنا بإجراء العمليات التالية فإن A T ثم نأخذ لها T مرة أخرى A T T تساوي المصفوفة A وهي كما نقول Transpose of a Transposed Matrix is the Original Matrix يعني كما تتذكرون في الأعداد معكوس المعكوس يعطي العنصر ذاته فهنا أيضا لو دورنا المصفوفة مرتين لا حصلنا على المصفوفة الأصلية الخاصية الثانية Transpose لمجموع مصفوفتين هو Transpose المصفوفة الأولى زائد Transpose المصفوفة الثانية بمعنى أننا يمكن أن نوزع علامة T على المصفوفات المجموعة Transpose لمصفوفة A مضروفة في عدد قياسي C نخرج العدد C خارجا ونأخذ مدور المصفوفة A فهو يساوي C في Transpose A الخاصية الرابعة لاحظوها جيدا وفيها هنا اختلاف عن الأسس مثلا في الأعداد إذا كان A في B أس N يساوي A أس N ب أس N أما في المصفوفات A B Transpose يساوي Transpose of B في Transpose of A نعكس بمكان A ونوزع علامة T على يهما إليكم الآن هذا المثال لنتحقق من الخاصية الرابعة بأن A B Transpose يساوي B Transpose في A Transpose نعكس بمكان A ونأخذ Transpose لكل منهما في البداية عندنا المصفوفة A كما هي أمامنا مصفوفة ثلاثة في ثلاثة مصفوفة مربعة ثلاثة في ثلاثة والمصفوفة B مصفوفة مستطيلة ثلاثة في اثنين يمكن ضرب المصفوفات لأن هذين العددين المتساويين ويكون المصفوفة الناتجة A B ذات أبعاد ثلاثة في اثنين باستخدام خواصة الضربة السابقة نحصل على المصفوفة اثنين واحد ستة سالب واحد سالب واحد اثنين إذا حصلنا على A B Transpose بمعنى أننا حولنا هذه الصفوف إلى أعمدة حصلنا على المصفوفة اثنين ستة سالب واحد واحد سالب واحد اثنين الآن إذا أتينا بالمصفوفة B Transpose فإننا نحول صفوفها إلى أعمدة تنتج المصفوفة ثلاثة اثنين ثلاثة واحد سالب واحد صفر والمصفوف A transpose نحول صفوفها أعمدة أو نستغل الخاصية التي قلناها من قبل أنها مصفوفة مربعة فنضع القطر الرئيسي كما هو ونبدل العناصر حول القطر الرئيسي فنحصل على هذه المصفوفة إذا ضربناهما معا نحصل على المصفوفة 2-6-1-1-1-2 وهي ذات المصفوفة AB transpose وهذا يثبت الخاصية الرابعة